انه ماجد داخلهم مقتنعين ان ماجد اسطورة فعلا لا وبعدين حتى لابن رب عليه مثلا لما جاء في السرد الثاني وقال مصيبيوح صالح النعيم يظل صالح النعيم امبراطور الدفاع واعظم مدافع مرة على تاريخ الكرة السعودية ولا يعني بالنسبة لنا حلال ونصرة وماجدة او النعيمة هي كلها مكملة لكن لبلدي لمنتخب بلدي اللي اجمعوا عليه جمهور الاتفاق والنهضة والوحدة خلينا نقول هذه الاندية وضمك وهجر اجمعوا على ماجد عبدالله وكبار الرياضيين على انه اسطورة كرة القدم السعودية هذا موضوع ثاني لكن اعمالي قد كرة القدم في النعيمة لما نقول امبراطور قد تكون امبراطورة اقوى من اسطورة انت فسرها كما تريد ولكن كان امبراطور لا يتنازل صالح النعيمة ان يسقط على الارض ولولي مرة في اهم من المباريات اسطورة هي اعلى كلمة حسب الفيفا لما اقول لك اسطورة هذا وصل الى اخر شيء ها لجنت خلاص يعني وترى في كل دولة مو شر تكون واحد اسطورة يعني انت نساطير يعني احنا انت عندك في الارجنتين في اكثر اكثر من اسطورة في ايطاليا اكثر من اسطورة وما انا مدري ليش يعني لما الواحد يعني يحب شخصه يبغى يسقط على البقية انه خلاص هو هذا الشيء لا لا ما نسقط على البقية رموز هي علامة غير معاولة فواز فواز رموز موجود انت انت بعد لا يمكن حتى تتصادر راية انت عندك اسطور انت عندك ماجد اسطورة عنده هو 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 يرى شيء ثاني زي 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 بنده انا عندي السؤال لكابتو فيصل لا بس انا ما فهمت منه بس 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 نتوالي خلي وصل لي فكرة انا بس انا بس وصل لي فكرة انا بدي سؤال السريع من ترى هو اسطورة الكرة السعودية في رأيك الخاص انا سألت انت انا ما اقول الاسطورة من هو الاسطورة الاسطورة انا اقول لك اللي حقك كل شيgr عشان اقدر اقول ولا من هو في رأيك ما انا ما اقدر اقوله شخص لانه انت على فكرة انت لما تقول والله سين من الناس هو اسطورة او هو الرمز للكرة السعودية انت ظلمت اجيال 영خر ظلمت بس لا زي في العالم يعني لما تكلم على الصين وماجد فعلا سجل هدف خرافي كأنا ما مصير ولكنه ما جاب طاري لشيء نفيسه هذا التجاهل اللي قاعد يسويه الأستاذ فواز التجاهل لأحد أهم أبرز اللعيبة وأحد أهم الأهداف اللي تسجل في تاريخ السعودية ما يجي الطاري يعني لاعب يسجل هدف فواز فواز لاعب شارك لاعب شارك لاعب شارك أنا احترم رأيك بس مو معقول أنه ما عندك ولا لاعب بتعتبره هو رقم واحد أنت من الميدان أنا لما أقول لاعب رقم واحد معناه يلعب الحالة وهذا خلص أنا أتحدث في العالم من اللاعب اللي تقول رقم واحد مارادونا يعني ثلاث لعيبة أربع لعيبة مارادونا بيليه ميسي يعني هذول اللعيب اللي تقدر تقول أنهم هذول يلعب الحالة هذول في الإطار هذا مصار بشكل آخر على مستوى السعودية على مستوى السعودية مسعودية أعدد لك أسماء أعدد لك العشرين اسم كلهم نجوم وكلهم برزوا مثل وكلهم حقق نتائج مثل ماجد عبدالله صالح النعيمة يوسف الثنيان أحمد جميل محمد الخليوي محمد دعيع يوسف الثنيان خاد مسعد معيس الجمعان عباد الهدرون فهد مصيبيع يعني عدد لك أسامي هذولي كلهم كل اللي ذكرتهم ويسألتهم مسألوهم الزمل وشفنالهم التصاريح كل اللي ذكرهم يقولوا أسطورة ماجد أنت أسطورة على حسب أنت أخي توجد ذكرتهم بني ويسألوهم الأعلمين من الأسطورة مهدي مزارقة مهدي مزارقة رئيس الوفد معنا الحين يتابع يقول هذا موضوع جدري لا يمكن أن نوصل ننتقل نتيجة ولا على فكرة موضوع ما رح ينتهي لو نصرح بالمكر الصباح مرح مو كل مرة نتعمل نصرح من الجدري هذه الثوابت المتقرح مهدي صليقك ترى مهدي بس هذه الثوابت ترى مو نصرح من الجدري هذه مشكلة مشكلة بعض الناس وأنهم الأخفواز أنه لما يكون عنده رأي أنه خلاص لما أقول رأي لا في حاجة العرضي فواز ماجد منتهي التالي يعني عندما تقول رأي تقبل الأراضي الثاني اللي أنت تواجهها ماجد عبدالله ماجد رمز سعودي ومن أفضل اللعيب المره في تاريخ الكرة لاسوية طيب ما رح تعطيني يسم طيب خلاص ولو أعطيك يسم ترجمة نانسي قنقر